السلام عليكم ورحمة الله يعطيكم العافية طلاب العزاء اهلا وسهلا فيكم اليوم ان شاء الله وصلنا لغاية الصفحة اللي هي صفحة 30 طبعا يعني موجدين في مختبر العلوم اللي هو معناها مختبر العلوم الآن شو التمرين هذا طبعا كل الكلام راح يكون عن الساينس اللي هو العلوم كل الكلمات اللي راح نتعلمها اليوم كلمات عن الساينس كلمة ساينس معناها علوم اللي هي الكلمات وهي الكلمات اللي راح نتعلمها ساينس بمعنى العلوم لما نشوف كلمة يعني اللي بكون لونها غامق يعني بكون بهذا الشكل زي كلمة لاحظ هاي الكلمة يعني ليست في خط غامق لكن هاي لاحظ الار هون عندك لون اسود غامق الكلمات فمنسميها يعني هي موجودة في الجمل الخاطئ يعني في جمل خاطئة يعني ليست هي الكلمة الصحيحة في الجملة الصحيحة ضعها في المكان المناسب انظروا الكلمات اللي موجودة في اللون الاسود الغامق لاحظوا هاي الكلمة الاولى اللي هي كلمة research كلمة research بمعنى research اللي هي بحث كلمة research research معناها ايش؟ بحث اذن هاي الكلمة الاولى هي كلمة research طيب كلمة الثانية hypothesis 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 معناها فرضية او افتراضيات findings اللي هي معناها النتائج findings بمعنى النتائج كمان عندك كلمة report report بمعنى تقرير report و equipment معناها معدات او مستلزمات معدات معدات او مستلزمات او تجهيزات equipment و microscope مايكروسكوب اللي هو معناها الميكروسكوب اللي هو المجهر اذن هاي هي الكلمات اللي موجودة امامنا بنعيدهم مرة ثانية research research اللي هي البحث hypothesis hypothesis واللي هي الافتراضات او الفرضيات او النظريات findings اللي هي النتائج report report اللي هي معناها تقرير equipment equipment بمعنى اه معدات او تجهيزات معدات او تجهيزات اوكي اذا مرة ثانية hypothesis و findings و report الان السؤال اللي موجود امامنا بحكينا وبطلب مننا السؤال انو نضع الكلمة الصح في المكان الصح يعني هون اول جملة خلينا نقرأها مع بعض ريديوم 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 اللي هو عنصر الريديوم عنصر الريديوم عنصر اشعاعي ريديوم is one of the major ميجا بيعناها شيء رئيسي major research الان that ماري كيوري ماري كيوري made يعني صنعته او اخترعته made يعني هذا الشيء يعني made الان لاحظوا هون كلمة research research يعني ليست مناسبة للجملة فالافضل انه تكون كلمة findings يعني هاي الكلمة اللي هي findings هاي لازم تكون في هذا المكان اذا مرة ثانية الجواب مفروض انه تكون هاي الكلمة ليست research وانما لازم تكون finding اذا نيجي هون نكتب كلمة findings في هذا الفراغ نكتب بدل ما تكون هون research لا هاي في research غلط فلازم نجيب كلمة findings اللي هي هاي الموجودة هون نكتب هون findings إذن هذا أول حل findings معناها نتائج هي أنسب للجملة لاحظوا خلينا نركب الكلمة في داخل هذه الجملة شو بتصير radium اللي هو عنصر الـ radium الإشعاعي is one of the major findings أيوة هون شو صار معناها المكتشفات المكتشفات التي اكتشفتها ماري كيوري اللي هي العالم الكيميائي كيميائية إذن major لاحظوا هون عندك كلمة major معناها رئيسي أو شيء رئيسي major findings that ماري كيوري made التي عملتها ماري كيوري كلمة scientist بمعنى عالم scientist uses يستخدم a hypothesis اللي هي الفرضية أو الافتراض كلمة hypothesis اللي هي الفرضية والافتراض to look at لكي ينظر إلى very small objects إلى أشياء صغيرة جدا very small objects هل هذا الكلام صحيح؟ هو بيستخدم hypothesis الفرضية والافتراض لكي ينظر إلى أشياء صغيرة جدا that are invisible يعني غير مرئية كلمة invisible معناها مرئي وهي طبعا invisible invisible يعني مرئي invisible لما ضفنا عليها المقطع invisible صارت معناها غير مرئي to the human eye بالنسبة لعين الإنسان هل هذه الكلمة ماشية مع هذه الجملة؟ هي معناها المجهر لاحظوا ركب الكلمة مكان كلمة hypothesis a scientist uses a microscope to look at very small objects آه والله كلمة ماشية وممتازة يعني العالم يستخدم المجهر لكي ينظر إلى الأشياء الصغيرة جدا that are invisible التي تكون غير مرئية invisible إذن هاي كلمة غير مناسبة الكلمة المناسبة هي microscope microscope هي معناها المجهر microscope بمعنى إيش؟ المجهر خلينا ننتقل إلى الجملة اللي بعدها اللي هي exercise number three الجملة I conducted findings into the importance of science يعني هون أجريت اكتشافات أو نتائج بحث عن نتائج بحث في أهمية العلوم طيب هاي الكلمة غير مناسبة لهذا الكلام الكلمة المناسبة I conducted أجريت هون صار معناها أجريت conducted بمعنى أجريت تمام أجريت إيش؟ يعني قمت بماذا قمت بماذا I conducted إذن صار معناها المعنى الأفضل إلها أنه أجريت وليس وثقت تمام إذن لاحظوا لما يحكي I conducted into I conducted research إذن هون الكلمة المناسبة هي كلمة research research يعني بحث I conducted research يعني أجريت بحوث I conducted research إذن هيك أنسب ما بتيجي لو حكينا I conducted وثقت هي من معانيها conducted وثقت أو أدى إلى ما بتزبط مش زابطة لكن هون لما نحكي conducted بمعنى أجريت بحوث أجريت بحوث أجريت بحوث فمنحكي I conducted findings into the importance of science يعني أنا أجريت بحوث علمية في أهمية العلوم in our day life إذن الأفضل نحكي research طيب number four aflask aflask بمعنى القارورة القارورة aflask and طبعا هون لاحظوا هون عندك aflask اللي هي بمعنى القارورة and abika كلمة بika طلاب الإعزاء هي معناها زي ما تحكي الفنجان أو القدح أو الدورق الدورق الذي يضع فيه يضع فيه المادة السائلة دورق زي هيك مثلا هل نسميه بيكا aflask aflask اللي هو القارورة وبيكا أيضا معناها اللي هي الدورق are report أو مش زابطة هي report هي عبارة عن تقرير لا used by scientist تستخدم من العلماء إذن لاحظوا هون aflask اللي هي معناها القارورة وبيكا بيكا اللي هي معناها الفنجان أو القدح أو الدورق هيك معناها الدورق اللي بيستخدمهم العلماء في مختبر الكيمياء aflask and abika aflask and abika are report لا ما بتمشي هيك مستحيل إنه تحكي report معناها تقرير إذن الأفضل إنه نحكي كلمة equipment الأفضل إنه نحكي كلمة equipment are equipment are equipment يعني معدات أو أدوات are equipment بمعنى أنها هي المعدات إذن هاي الكلمة خطأ ما بتزبط إذن aflask and abika are equipment used by scientists تستخدم كلمة scientist بمعنى العلماء scientist العلماء إذن أنا من معرفتي لكلمة flask هاي ضيفوها لكم flask flask بمعنى قارورة abika abika اللي هي إيش معناها القدح أو الدورق طيب ننتقل ل exercise 5 تمرين رقم 5 الفرق 5 the teacher المعلم admired admired بمعنى أعجب بي كلمة admired بمعنى إيش أعجب بي الآن لاحظ الآن كيف بننعرف الكلمة المناسبة للمكان المناسب كلمة admired admired بمعنى أعجب بي admired the informative the informative بمعنى informative يعني يعطي معلومات مليء بالمعلومات informative مأخوذة من كلمة information informative inform informative information كل هاي معناها معلومات informative equipment أدوات فيها معلومات his student طالبه wrote كتبه wrote لاحظوا كلمة wrote طلاب الأعزاء هي السر في الموضوع يعني هون خلينا نحط عليها نعلم عليها بالأصفر wrote كلمة wrote بمعنى كتبه هي سر الموضوع هي سر اكتشاف الحل wrote إيش هو الطالب اللي بيكتبه دايما إيش هو الإشي اللي بينكتب دايما هل هي equipment مستحيل إذن wrote كتب about the history عن تاريخ of the Nobel prize Nobel Prize يعني جائزة Nobel إيش هو طبعا للإجابة هي ليست equipment مستحيل تكون equipment وإنما هي report report بمعنى تقرير كلمة report بمعنى إيش تقرير طيب transmitted يعني ينتقل before he did an experiment to test قبل أن يقوم بتجربته قبل ما عمل تجربته هل ما يحكي microscope مستحيل made a hypothesis إذن لاحظوا عمل فرضية افترض فرضية سوى فرضية ونظرية افترض فرضية hypothesis أفضل فرضية hypothesis إذن الإجابة الصح لازم تكون hypothesis يعني صارت الجملة einstein made a hypothesis يعني عمل فرضية عمل فرضية إذن لاحظوا كلمة hypothesis أفضل أفضل مثلا يعني كأنك تحكي أنه افترض فرضية he made hypothesis يعني وضع فرضية بمعنى وضع فرضية إذن إذن هيك طلاب الأعزاء تم حل التمرين وهو التمرين رائع على الكلمات وننتقل الآن إلى exercise 2 فيها نفس الصفحة وهو reading يعني قراءة رح رح نقرأ الآن read report roberts roberts letter يعني قراءة رسالة روبرts شخص اسمه roberts read roberts letter اقرأ رسالة كلمة letter بمعنى رسالة اقرأ رسالة ماذا يريد ماذا يريد شو المساعدة اللي بدو ياها كمان عندنا السؤال الثاني read roberts father's reply انظر اقرأ اجابة ورد reply بمعنى رد رسالة رسالة والد روبرts رسالة والده did he answer roberts question هل اجاب على سؤال roberts how كيف ذلك الآن رح نقرأ الرسالة هاي الرسالة وجهها روبرts إلى والده فبيحكي له dear dad يعني عزيزي والدي العزيز dear dad اذا لاحظوا كيف استهل رسالته بهذا الشكل طلابي العزاء هذا شكل الرسالة احنا لما نيجي نكتب رسالة بداية لما نكتب رسالة على طول احنا على طول دايما كتابة الرسالة لازم تبدأ بكلمة dear dear dad يعني والدي العزيز لاحظوا هو بتكلم بصيغة المضارع المستمر i am doing انا اعمل او انا شغال في i am doing an interesting يعني مثير وممتع science project يعني مشروع علوم رائع وممتع at school في المدرسة at the moment في هذه اللحظة شوف هاي الجملة ما اروعها جملة من اروع الجمل تبدأ فيها رسالتك i am doing بمعنى انا اعمل على i am doing an interesting science project انا اعمل مشروع علوم رائع at the moment at the moment at school at the moment لاحظوا حدد المكان لاحظوا كيف حدد المكان وحدد الوقت اللي هو شغال فيه لاحظوا هون شو حكى at school اذا هون حكى ايش at school في المدرسة at the moment في هذه اللحظة can you help me هل تستطيع مساعدتي for instance هاي هذا المصطلح الراعب for instance بمعنى على سبيل المثال او بمعنى مثلا زي ما تحكي for example يعني for example كمان معناها مثلا عندك كمان بالانجليزي بيحكوا for instance for instance يعني على سبيل المثال what do scientists ماذا العلماء do يفعلون when they carry out كلمة carry out بمعنى يعمل تجربة ينفذ هي كلمة carry out بمعنى ايش ينفذ ولم أحكي لك carry out and experiment يعني ينفذ او يجري تجربة اذا هنا كلمة carry out الاقرب للمعنى لها يجري يجري او ينفذ تجارب experiment ماذا يفعل العلماء عندما يقومون باجراء تجارب carry out هذا نسميه phrasal verb phrasal verb بتحكي carry out carry out بمعنى يجري او ينفذ تمام اذا او يطبق تجربة what do scientists do when they كلمة they على من تعود على scientists when they carry out experiments ماذا يفعلوا علماء عندما يقومون بتجربة love يعني مع الحب هاي تختم الرسالة تكفيضة love مع الحب robert تمام مع الحب robert اللي هو بكتب اسمه بالأخير اذا لاحظ انتوا طلابي الاعزاء كيف احنا سوينا هاي الجملة robert طبعا robert طبعا هو كاتب الرسالة فكتب اسمه في نهاية الرسالة لاحظوا كيف كتب love بعدين حط فاصلة لاحظوا هون في فاصلة شايفينها بعدين robert robert يعني كتب اسمه اي انت بتكتب اذا تكتب الشخص اللي مرسل شو تعلمنا من هاي الرسالة الصغيرة تعلمنا انه اول اشي بتكتب ديا داد او ديا مثلا الشخص اللي انت مرسل اليه في الاخير بتكتب love او مثلا best wishes اطيب الامنيات robert تمام اذا هذا شيء وبدأ جملته كيف بدأ اي ام دوين ان انترستن ساينس بروجيكت ليش انا امركز على هذا الموضوع طلابي اعزاء احنا كمان شوي رح نكتب رسالة فانا بدي ياكوا تركزوا معاي كيف هاي الرسالة اللي امامنا في الكتاب كتبها روبرت لوالده تمام وكيف بدأها وكيف انهاها وكيف ختم الرسالة والدكور تبع الرسالة هذا اللي امامك لاحظوا هون انه دية داد موجودة في هذا المكان وليست في هذا المكان تمام لاحظوا انه في عنا هون كما فاصلة لاحظوا انتبهوا لهذا الكلام انتبهوا انه بدأ كابتال لتا مش سمول لتا تمام انتبهوا لهذا الكلام ايضا لاحظوا ان الجملة اللي بدأها notice يعني لاحظوا بدأ هيك I am doing an interesting science project تلاحظوا كيف كتب I am doing I am doing I am doing an interest I am doing يعني ايش معنات I am doing يعني انا كأنه بحكي لك انا افعل انا اقوم انا اقوم بي an interesting لما يحكي لك an interesting an interesting ايش يعني an interesting يعني كلمة interesting يعني ممتع رائع science كلمة science معناها علوم طيب project project كلمة project بمعنى مشروع اذا لما بحكي لك هاي الجملة طلابي الاعزاء هاي الجملة اللي امامنا شايفينها لما بحكي لك I am doing an interesting science project يا سلام شو معناتها انا اقوم بمشروع علمي اه رائع ومثير اذا كلمة interesting رائع ومثير صار معناها داخل الجملة اذا شو صار معناها انا لاحظوا كيف انا اقوم بمشروع بمشروع علمي لما احكي لك علمي science مثير تمام اذا طلابي الاعزاء شو استفدت انا من هاي الرسالة استفدت ثلاث اشياء مهمة كيف ابدأ رسالتي تمام شو الجملة اللي ابدأ فيها وكيف اختم رسالتي طلابي الاعزاء لاحظوا خلينا نعمل هذا الديكور في هذا المكان تمام لاحظة شوي اذا بداية الرسالة انا لما اجي ابدأ الرسالة لاحظوا انا بكتب بداية هون في هذا على الشمال هون في هذا المكان مش هون على هذا المكان بكتب دية اذا لازم اكتب دية ايش يعني دية يعني عزيزي مثلا والاسم اللي بديها اسم الشخص اللي انا مرسله ولازم احط هون تمام والجملة الاساسية لما اجي بدي اكتب رسالة اني انا بعمل مشروع علمي انا شغال على مشروع علمي فشو بحكي ايام لاحظوا هون ايام 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 دوينج يعني انا اقوم ايام دوينج ان انترستينج هذا الكلام اللي لازم اكتبه حرفيا ان انترستينج يعني ايش مثير ان انترستينج يعني علمي كلمة بمعنى علمي او علوم يا سلام هذا اول جملة لازم اعملها طبعا المكان بتحط المكان وبعدين بتحط الوقت تمام المكان اللي حطوا هون عندنا في الرسالة ايش هو طلابي الاعزاء خلنا نكتبه with red color ايش المكان حكا لكم at school لاحظوا هون نرجع للنص لاحظوا شو حكا at school وبعدين at the moment في هذه اللحظة اذا ممكن انت تحكي مثلا at lab في المختبر او at lab في المختبر at lab ممكن تغير هذا الكلام اذا ممكن احكي at school في المدرسة ممكن كمان اغير هالكلام ممكن احكي مثلا at lab مثلا الى اخره انت بتغير هذا المكان وممكن تحكي مثلا at the moment اذا لاحظوا هو شو كتب at the moment وممكن تحكي at this minute ممكن تحكي at the moment في هذه ايش اللحظة at the moment لاحظوا هاي الجملة الاساسية الختمة طبعا لما ختم رسالته طلابي الاعزاء لاحظوا my dear grammarians حكا love robert love robert اذا هون كمان بستطيع بعد ما اكمل كتابتي اكتب اللي بدي اياه كل اللي بدي اكتبه بالاخير شو باكتب هون love طبعا في الجيه هاي مش في الجيه هاي في الجيه هاي بنحكي love مثلا او best wishes او مثلا with love وبتكتب اسمك هون في هذا المكان تكتب اسمك your name يعني الاسم تكتبوهم في هذا المكان اذا لاحظوا طلابي الاعزاء هذا ديكور الرسالة اذا اول اشي لازم اكتب دير في البداية لازم اكتب دير وانتبهوا انه تكون capital letter اذا انتبهوا طلابي الاعزاء انها تكون capital letter وليس تسمو letter بعدين بكتب اسمي هون بعد ذلك بكتب الفاصلة يا سلام شوفوا كيف الدقة شوفوا كيف الدقة خليكم دقيقين طلابي الاعزاء my dear grammarians لازم تكون دقيق في كتابتك ما تنسى ولا اشي الان بدي ابدا الجملة انا بدي اكتب والله اني انا بعمل مشروع علمي وهذا المشروع علمي رائع جدا مثير فبحكي I am doing لاحظوا استخدامت زمن المضارع المستمر وهو قاعدة اساسية معنا صح I am doing and الان داحض صفة لاحظوا هاي هاي هي الصفة هاي صفات and interesting science project كلمة project اللي هي المهمة هاي project طبعا بالمناسبة طلابي الاعزاء بدي احكي لكم شغلة مهمة جدا اي كلمة اي كلمة في الانجليزي انتبهوا لهاي المعلومة اللي بدي احكي لكم ياه اي كلمة بدك تحفظها في الانجليزي وبدك تتقنها لازم تكتبها يا سلام يعني ما بصير هيك بس اشوفها لا لازم تكتبها ليش لانه انت في الاخير انا بدي اطلب منك اكتب لي موضوع تعبير اكتب لي رسالة عن غيب الان انت لازم تتدرب جيب ورق الـ a4 واتدرب اكتب مثلا كلمة project كيف بكتب اتدرب عليها project bro jikt طيب ما حفظتهاش كمان مرة اكتبها pro يعني هاي pro jikt طبعا بتنتبه انك انت لما تلفظها لما تتدرب على اللفظ project 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 تتدرب على الحروف شكل الحروف امامك رح تحفظها عن غيب انه لازم انا عشان اتقن طلابي العزاء واتقدم في اللغة الانجليزية لازم كل كلمة او كل جملة بتعلمها لازم اكتبها يجب اني اكتبها ليش حتى تأخذ ايدك على الموضوع يعني اذا ما بتحل بايدك راحت عليك نفس الشي يعني بالرياضيات مش بنحكي هذا المبدأ اذا ما بتحل بايدك راحت وبالانجليزي كمان اذا ما بتكتب بايدك راحت عليك اذا ما بتكتب اذا كلمة interesting اذا ما تدربت عليها وكتبتها زي هيك interesting يعني زي هيك مرة مرتين ثلاث مرات خذ راحتك بالكتابة تمام ويعني لا تحكي انه ما عندي وقت لا تحكي انه ما عندي وقت طلابي العزاء عندك الوقت والوقت ان شاء الله في بركة وربنا يبارك لكم بالوقت ان شاء الله طلابي العزاء وينجحكم ويوفقكم وتكونوا من المتفوقين انوي على التوفيق وان شاء الله ربنا راح يوفقك تمام اذا بتدرب عليها لاحظوا ختمة الرسالة شو كتبها كتب love love وانتبه انه كتب هون لا كل هذا تحاسب عليه اثناء التصحيح يعني انا لما اجي اصحح لك ورقتك اذا كاتب لي والله كاتب لي small letter صفر اكس يعني انت طالب صف مثلا عاشر اول ثاني وتوجيه بكتب لي مثلا small letter طب صفر تمام صفر اوكي فانتبه لهذا الموضوع وانتبه انه فيه هون فاصلة مش تحط لي full stop نقطة وبتكتب اسمك هون في هذا المكان اذا هاي المبادئ الاساسية للرسالة اللي بدنا نكتبها اوكي اذا نرجع مرة ثانية ونقرأ كتب روبرت لوالده dear dad والدي العزيز كلمة dear معنها والدي العزيز لما تحكي ماذا دير احمد دير احمد احمد العزيز تحكي زي هيك I am doing an interesting science project at school في المدرسة at the moment في هذي هل تستطيع هون الطلب المساعدة can you help me for instance لاحظوا كلمة for instance استخدمها كمان بتدرب عليه لاحظوا كيف كتب for for instance طبعا هاي هي مقابلها مقابلها هي كلمة كلمة for instance الان هاي الكلمة for instance طبعا اللي هي مقابلها for instance for instance اوكي اللي هي معناها على سبيل المثال وراها كما وراها ايش كما after for instance طيب هل ممكن اني اغير هاي الكلمة يعني هل ممكن اني مثلا اجيب كلمة ثانية مثلا example على سبيل المثال هل ممكن احكي for example نعم طلابي العزاء ممكن تحكي for example for example اذن هون for ممكن تحكي for و example تكتبها بهذا الشكل example for example وتحط وراها فاصلة اذن بإمكانك تكتب هاي وبإمكانك تكتب لما بدك تعطي أمثلة على كلامك for instance for example وتكتب بهذا الشكل اذن هذول المصطلحين لازم كمان اضيفهم لمعلوماتي اذن هاي هي رسالة رسالة روبرت لوالده وهذا هو التمرين رقم اثنين تعلمنا منه كيف نكتب الرسالة الآن بدنا ننتقل للشيء الأقوى من ذلك الشيء الأكبر واللي هو read روبرت فاذا ربلاي لاحظوا هاي كلها أس الملكية هاي أباسترف أس و هاي أباسترف أس يعني لاحظوا والد روبرت أنا بدأحكي بالانجليزي والد روشي بحكي روبرت فاذا روبرت فاذا زي ما تحكي أليز فاذا هم أليز أليز بحط هون أباسترف بعدين أس لاحظوا الفاصلة لفوق مش لتحت لو كانت لتحت هاي سميها كما لكن لما تكون الفاصلة للاعلى سميها أباسترف أس أباسترف أباسترف تمام بعدين نحكي فاذا والد علي فاذا تمام بهذا الشكل إذن هون ريد اقرأ كلمة ربلاي يعني رد يعني الرد تابعه هل أجابة على سؤال روبرت لاحظوا هون كمان عندك أباسترف هل أجابة على سؤال روبرت هاو كيف ذلك هذا طلاب الأعزاء رح نتوقف لهون و ننتظر حتى لأن الحصة عساس أنه أقسمها على حصتين يعني جزئين بحيث أنه ما يكون عليكم ضغط ترتاحوا شوي و نبدأ فيها إن شاء الله الرسالة الأكبر هاي فيها يعني فيها يعني كم هائل من الكلمات ومن التراكيب اللغوية التي يحتاجها كل طالب في كتابة الرسالة أوكي طلاب العزاء يعني هذا الدرسين هذول الدرسين الدرس هذا اللي حكيته هذا الصغير والدرس اللي بعده هذا من أهم الدروس في كتابة الرسالة يعني لا يجب على الطالب صف عاشر أن يتخرج من الصف العاشر ومن الفصل الأول تحديدا بدون معرفة كتابة الرسالة يعني يضيع عليه الكثير طلاب العزاء يضيع عليه الكثير صدقوني يعني أنا بحكي لكم من خبرتي في هذا الموضوع إنه ما بصير الطالب يطلع من صف عاشر ومش عارف هذا الموضوع ما بصير أبدا لأنه هيك رح تصير عليه تراكمات كثيرة كتابة الرسالة من الأشياء الأساسية اللي لازم يتقنها كل طالب طلاب العزاء خصوصا مرحلة طلاب الصف العاشر وهي من الأساسيات شكرا لكم جزيلا شكرا لرفقتكم see you next time